حرب المدافع والإعلام على مشارف الزنجبار بمحافظة يابين تضارب كبير في البيانات والمعلومات الصادرة عن طرفي المواجهة في مسرح العمليات العسكرية شرق المدينة أحاطت المعركة بقدر من الغموض لكنها لم تغطي على حقيقة التقدم الذي أحرزه الجيش في ساحة المواجهات أحدث المعلومات الواردة من هناك تؤكد تقدم قوات الجيش الوطني في منطقة الشيخ سالم الواقعة شرق مدينة الزنجبار وسيطرته على معسكر طرية الذي يقوده شقيق القيادي في الحزام الأمني عبداللطيف السيد بالإضافة إلى منطقة الحواجز قوات شبوه الباسلة سيطر على مواغى الانتقالي مصادر قريبة من الانتقال أقرت بتقدم القوات الحكومية باتجاه منطقة الشيخ سالم لكنها أوضحت أن الهجوم تم صده وأن المعارك مستمرة على أشدها من محور الطريق العام ومحور آخر شمال الشيخ سالم يأتي ذلك فيما أفاد أحدث تصريحاً لناطق باسم الجيش الوطني العميد الرقن عبد المجلي بأن الأمور لا تزال في إطار الاستفزازات والقصف المتبادل بين قوات الجيش الوطني ومن يسميهم ميليشيات الانتقال مجلي أوضح أن الجيش يتعامل مع مصادر النيران التي تطلق على مواقعه في منطقتين الكلاسي والشقرة لكنه مع استمرار الاستفزازات اضطر للدخول في الاشتباكات مع الميليشيات التي لا تزال مستمرة في استفزازاتها واعتداءاتها وفقاً للعمد مجلي وسياسياً وضعت الحكومة وعلى لسان وزير الخارجية محمد الحضر من المواجهات المسلحة في أبيان في سياقها الاستراتيجي بتأكيدها مسؤولية الجيش الوطني في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية وفي سلسلة تغريدات للوزير الحضرم شددت الحكومة على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء وأن على المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما أسماها الإدارة الذاتية ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده تصريحات تشير إلى أن معارك أبيان تأتي في إطار التعامل الحكومي الميداني المستحق مع التجاوزات الخطيرة والمتصاعدة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في كل من عدن وسقطرة والتي قوضت وجود الدولة وأعاقت قدراتها في التعامل مع وباء كورونا الذي يعصف بالعاصمة المؤقتة للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر